الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوة الاكارم مع سورة صاد ومع الاية الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القفار اولا في ايات تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني يا محمد دعوتك تفضي الى صراط ينتهي الى الجنة وانك لتهدي الى صراط مستقيم لكن في ايه اخرى يقول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وفي ايه ثالثة ليس عليك هداهم يعني لست مشؤولا عن هدايتهم او عدم هدايتهم ولن تستطيع هدايتهم لكنك تهدي الى الحق وهذه الاية قل انما انا منذر فكيف نجمع هذه الايات اولا دعوة النبي دعوة حق لانها من عند الحق والحق لا يأتيه الباطل الحق الشيء السابت الذي لا يزول الشيء السابت والهادف العظيم فالنبي يدعو الى الحق ولكن لا يستطيع ان يهدي من يشاء ولا من احب لان الانسان مخير كل انسان له اختياره فما لم يختر الانسان الهدى لا يهتدي فاما ثمودوا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولكل وجهة هو موليها الانسان فاستبقوا الخيرات اذا ليس عليك هداهم يعني يا محمد لست مسؤولا عن هدايتهم او عن عدم هدايتهم لا ان اهتدوا انت السبب هداكم الله بي كما قال عليه الصلاة والسلام ولا ان ضلوا انت مسؤول الفكرة دقيقة جدا يعني ليس عليك هداهم لست مسؤولا عن ضلالتهم لا تحاسب لانك لا تملك ان تهديهم لو انك تملك ان تهديهم وظلوا لكنت مسؤولا عندنا لكنك لا تملك اذا لست مسؤولا من الذي يملك ان يهتدي هو الانسان لانه الطريق واضح من شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ولكل وجهة هو موليها لكن يا ايها الاخوة الاكارم في اللحظة التي تعتقد فيها ان الله اجبرك على اعمالك فسدت عقيدتك وافتريت على الله وقلت على الله ما لا تعلم ومن اعظم الذنوب هناك الكفر وهناك الشرك وهناك النفاق وهناك المعصية وهناك الفجور وهناك الاثم وهناك العدوان وهناك الفحشاء وهناك المنكر كل هذه الذنوب اعلى شيء يأتي فيه اعلاها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون انك ان قلت على الله ما لا تعلم ابعدت الناس عن الله عز وجل وان قلت ما هو حقيق بكماله وحقيق بجلاله قربتهم منه لذلك لان يأتي الانسان كبيرة اهون من ان يقول على الله ما لا يعلم لانك اذا قلت على الله ما لا تعلم سددت الطريق الى الله عز وجل ونفرت الناس عن حضرة الله فإنك لا تهدي من أحبت وليس عليك هداهم هم مخيرون إن أرادوا الهدى يهتدون أنت عليك البيان يا محمد عليك الإبلاغ عليك التحذير عليك الإنذار عليك التبشير عليك التوضيح عليك التفصيل عليك التبيين تنتهي هنا مهمتك أما مهمة العبد بعد أن اتضح له كل شيء عليه أن يتحرك نحو الهدى إذن كيف نجمعه بين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وبين قوله تعالى ليس عليك هداهم لست مسؤولا يعني وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب يعني إنك لا تستطيع ولست مسؤولا لكن تنتهي مهمتك يا محمد عند البيان عند الإبلاغ عند التوضيح عند التدين عند التحذير قل إنما أنا منذر إنما تفيد القصر يعني أنا ما بقدر أهديكم أنا أذكركم بالله أبين لكم أفصل لكم أنذركم إن لم تؤمن قل إنما أنا منذر معناها العبء الأكبر يقع علينا جميعا عبء الهداية يقع على الإنسان لأن الله عز وجل أغرقه بآيات دالة على عظمته وفي الأرض آيات للموقنين إن أغرقه كيفما تحركت إن تنفست إن شربت إن أكلت إن اضجعت إن نمت ألا تنام على فراش من الصوف من خلق الصوف ألا تأكل طعاما من خلق الطعام ألا تتنفس هواء من صمم الهواء بهذا التركيب ومن ثبت هذه النسب ومن جعل النبات يأخذ غاز الفحم السام ويطرح الأكسجين ومن جعل الحيوان ومنه الإنسان يأخذ الأكسجين ويطرحه بهذا الفحم من وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فقل إنما أنا منذ وما من إله إلا الله الواحد القفار يا أيها الإخوة الأكاري خلاصنا جميعا نجاتنا جميعا راحتنا جميعا سعادتنا جميعا بالتوحيد الشرك بمزق النفس الشرك يحمل النفس ما لا تحتني الشرك يبعثر الطاقات الشرك يشتت فلا تبع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين يعني نهاية علمك ألا ترى مع الله أحد أبدا هذه الأسماء التي تسمعها وهذه القوى التي تراها وهذه الأحداث التي تشاهدها وتلك الأزمات التي تمر بها يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله الواحد القفار لا شريك له لا إله معه لا رد لحكمه لا معقب على حكمه لا رد لفضله لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت لا رافع إلا أنت يا رب لا خافض إلا أنت لا معز إلا أنت لا مذل إلا أنت لا شافي إلا أنت لا منجي إلا أنت هذا هو التوحيد يعني الإيمان ينتهي بك إلى التوحيد فإذا وحدت فقد استرحت وأرحت لذلك لما قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد نهاية العلم التوحيد ألا ترى مع الله أحدا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يعني اعمل لوجه واحد يكفت الوجوه كلها من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها لكن التوحيد يحتاج إلى جهد إلى جهد في معرفة الله من خلال خلقه ومن خلال كونه آياته القرآنية ومن خلال أفعاله فإذا تعمقت في الإيمان ووصلت إلى عقيدة صحيحة قطعية يقينية أن في الكون حقيقة واحدة هي الله وأن أي شيء يقربك من هذه الحقيقة هو الخير المحض وأن أي شيء يبعدك عن هذه الحقيقة فهو الشر المحض الصلاة تقرب الصيام يقرب العمرة تقرب الحج يقرب غض البصر يقرب الكسب الحلال يقرب ضبط اللسان يقرب الغيبة تبعد النميمة تبعد إطلاق البصر يبعد المال الحرام يبعد الإنفاق في معصية يبعد في الكون كله حقيقة واحدة لكنك ترى وتسمع آلاف الأسماء وآلاف الأقوال وآلاف المعتقدات وآلاف الحركات هذا الذي تراه كما قال سيدنا هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقل يعني بشكل أو بآخر يعني وحوش كاسرة مفترسة مخيفة كلها مربوطة بأزمة بيد جهة هذه الجهة فيها كل الكمال فيها العدل والإنصاف والرحم والعب فأنت علاقتك مع من إن جعلت علاقتك مع هذه الوحوش القضية صعبة جدا تعيش حياة الخوف والقلق والنفاق والتمزق والتبعسر والتشرزم أما إذا جعلت علاقة مع هذه الجهة التي تملك هذه الوحوش تستريح وتريح هذا هو التوحيد تجاوزت هذه القوى الظاهرة إلى من أعطاها القوة تجاوزت هذه المتحركات إلى من حركها تجاوزت هذه المكونات إلى من كونها تجاوزت هذه المخلوقات إلى من خلقها تجاوزت هذه الأحداث إلى من أحدثها هذا هو التوحيد لذلك أنت بالتوحيد سعيد أنت بالتوحيد مطمئن لأن علاقتك مع جهة واحدة أحيانا بيقول لك تجارتي مريحة جدا ليش أخي خير إن شاء الله بيقول لك أنا أبي زبون واحد مرتاح معه كل بضاعة يأخذها ويدفع لي سمنها نقدا بلا مماطن يعني التجارة مع إنسان واحد مريحة جدا لكن ميتين زبون هذا كذاب وهذا بيدفع هذا ما بيدفع شي متعر هذا مثل من واقع التجار موظف له خمس ست رؤساء هذا قال له سافر هذا لا تسافر هذا بكر هذا لا تبكر هذا بعثه عن البيت وين كنت؟ والله بعثني فلان ليش ما قلت لي؟ بتمزق الموظف أما إذا موظف له مدير واحد شي مريح جدا انتهت كل مشاكله علاقته مع واحد لذلك التوحيد ليش مريح؟ لماذا هو مريح؟ لأنه كل مشاكلك مع جهة واحدة لا بتحتاج تحلف له يمين شايفك لأني هالإله بيعرف ولا بده وصل دفعت يا ربي للجامع عرفان دفعت كنت مضغوط صبرت شايفك؟ يعلم السر وأخفى يعلم ما تبدي وما تخفي يعلم ما تعلن وما تضمر يعلم دوافعك الحقيقية تماما الأهداف الدقيقة في شيء تعلنه أنت غير صحيح الشيء الصحيح يعني هذه الرغبات الباطنة التي تحرك الأفعال يعلمها الله عز وجل فلما الإنسان بواحد برتاح لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا ولا ينافق ولا يجامل ولا يتملق ولا ترتعد فرائصه من تهديد هدد به ولا ينام مغموما من وعيد وعد به أبدا لأنه إلهي أنت مقصوب ورضاك مطلوب كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا وربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى ليتك تحلو والحياة مريبة ليتك ترضى والأنام غضا نعم أكد على التوحيد قل إنما أنا منذر أنذركم وأؤكد لكم أنه ما من إله إلا الله الواحد القطار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إخوة يوسف ماذا فعلوا أرادوا به كيدا أرادوا أن يلقوه في غيابة الجب وقد ألقوه ليموت ويستريحوا منه لما رضنا عز وجل قال له وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدنا موسى يعني فرعون قال أنا سأزبح كل أولاد بني إسرائيل هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره والله غالب على أمره يا إخوة الإيمان إذا علمت أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون علاقتك مع الله صارح علاقتك كل معه صارح أما إذا علمت أن زيدا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكون وعبيدا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكون هذا هو التمزق هذا هو الشرك هذا هو الشرك الذي يشل الإنسان الذي يمزقه وما من إله إلا الله يعني ما من جهة تستحق أن تعبد إلا الله لأنه لا إله غيره أما ما تزعمون هم آلهة مذورة هم أصنام أحجار لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا لا يرفعون ولا يخفضون لا يرزقون ولا يمنعون كيف سبيدهم شيء الواحد لا إله إلا هو القهار أمره نافذ مثلا إلا فلان هذه الجهة تملك سلاح نووي وهي دولة قرار ليس دولة قرار يعني عاصمتها عاصمة قرار هذا مصطلح حديث الله عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس ما في إلا الله عز وجل افهم كل شيء من خلال أنه لا إله إلا الله افهم كل شيء عندئذ لا تقهر ولا تتمزق ترى أن الإله بيده كل شيء وعليك أن تعبده وكفى عليك أن تطيعه وعليك أن تنتظر الخير منه هذا هو جوهر الدين قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار هذا الإله الذي لا إله غيره الواحد الذي لا شريك له القهار الغالب على أمره فضلا عن ذلك هو رب العالمين كلمة رب فيها معنى التربية التربية فيها حب التربية فيها رحمة التربية فيها حكمة التربية فيها علم التربية فيها تسيير لهدف نبيل هذا معنى رب العالمين يعني أنا قلت قبل أيام أن الله عز وجل أعطانا عقلا أداة معرفة الله عطانا كونا يدل عليه عطانا فطرة تكشف الخطأ عطانا شهوة تدفعنا إليه عطانا اختيارا يثمن العمل عطانا قوة نحقق بها اختيارنا عطانا شرعا نزن به العقل والفطرة لو أنه أعطانا كل هذا وتركنا حتى يأتي الأجل هو إله عظيم وعادل حكيم ولكن أين التربية التربية حينما تختار شيئا سيئا الله عز وجل يعاقبك على ذلك يعاقبك يحذرك ينذرك يضيق عليك يشدد عليك حتى تعود إليه إذن هو يربيك ما أعتقد واحد إلا وله مع الله خبرات بهذا الموضوع يعني هذه لأنني فعلت كذا وهذه لأنني أخطأت هذا الخطأ وهذا لأنني تجاوزت حدي فحينما تشعر أن إلها كريما رحيما يلاحظ أعمالك ويرقب أعمالك وهو لك بالمرصاد ويعالج ويضيق ويشدد ويكرم ويشجع عندئذ هو رب العالمين خطر في بالي مثال يقرب هذا المعنى معنى الربوبية مدير ثانوية فرضا في نظام داخلي كل طالب غاب أسبوعين يفصل هذا المدير طلب الدوام ما تكلم للطلاب كليمي ما نصحهم ما حذرهم ما أنذرهم إلا أنه عنده قوائم الدوام فكلما رأى طالبا تجاوز غيابه خمسة عشر يوما أصدر قرارا بفصله هذا عدل وهذا تطبيق للنظام ولا يحاسب المدير على ذلك لكن هناك مدير رحيم فضلا عن أنه حازم غاب الطالب يوم واحد استدعاه طلب منه تقرير أو وليه وشدد عليه وكتبه تعهد حتى ما يعيده خلال سنة ما خلى ولا طالب يغيب أسبوعين يعالجه من أول أمر فهذا بالإضافة إلى أنه مدير حازم هو مرب حكيم فربنا عز وجل مو أعطانا اختياء وتركنا نغلق بعدين حاسبنا عند الموت لجهنم لا موهي من أول غلطة في حساب في حساب في تحذير في إنذار في تبشير في معالجة في تضييق في تشديد في إكرام أحيانا أيام عن طريق رؤية مخيفة عن طريق رؤية سارة عن طريق صديق أمين صادق مخلص عن طريق داعية عن طريق خطيب مسجد عن طريق كتاب تفرؤوه يعني الله عز وجل يكثر عليك الوسائل كي تعرفه وكي تقبل عليه هذا التهيي التربيه لذلك قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار العزيز يعني هو الفرد الذي يحتاجه كل مخلوق في أي شيء أدق تعريف للعزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء ما في غيره كل شيء في كل شيء لا ينال جانبه أمره هو الغالب لكنك إذا عدت إليه لا من جاء ولا من جاء منه إلا إليه العزيز الغفار إن عدت إليه قبلك قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون يعني أنا في طريقي قلت كلمة نبأ عظيم إنسان جمع كل أمواله واشترى فيه أرض ليشيد عليها بناء ويربح منها فماسك جريدة عم يقرأ أخبار منوعة أخبار رياضية أخبار سياسية أخبار اقتصادية أقلاع الطائرات وصول البواخر أسعار العمولات أخبار كثيرة أما قرأ خبرا نقداره سطر واحد فقفز من مجلسه قرأ أن هناك قرار استملاك هذه الأرض لا ما مشكلة هذا نبأ عظيم هذا خبر ليس ككل الأخبار مثلا إذا المؤمن شعر أنه القرآن أيام الإنسان بحكم العادة بيحضر خطب جمعة بيحضر مجالس علم إذا كان حضر عقد قرآن بيسمع كلمة خطيب الحفل يا أخي والله كلمة لطيفة بإلاك إذا كان الدين نسف إليك قضية ثانوية نشاط اجتماعي يعني من جملة نشاطاتك الاقتصادية والتجارية والترفيهية كمان إلك إلك إخوان إلك جامع القضية أخطر من ذلك سعادتك كلها تتوقف على علاقتك بهذا الدين علاقة تصديق وتطبيق إذا تسعد علاقة عدم تصديق وعدم تطبيق تشقى فقل هو نبأ عظيم يعني إنسان أحيانا بيكون ببعثة ومعلق آمال وباني أحلام على نيل الشهادة إليك تجي رسالة عادية مثلا ألغي إيفادك عد إلى بلدك هذه مرسالة عادية بيتلقى مئات رسائل من أهله سؤال وجوابه وسؤال عن خاطره وعن صحته وعن سعادته وأحواجه ومجاملات وسلام وكلام كلها رسائل أما هي رسائلة خطيرة أنت له إيفاده نبأ عظيم هذا إننا مضرب أمثلة إذا كان الدين شايفه فهمان وفهم خطير الدين مصيري سعادتك الأبدية مبنية على هذا الدين استقرارك النفسي صحتك النفسية في الدنيا توفيقك في العمل أنت كائن معقد جداً في ضغوط كثيرة في عواطف في انفعالات في إغراءات في ضغوط في نشاطات في صراعات أنت كائن معقد جداً إذا سرت على منهج الله عز وجل تستقر نفسياً تسعد شعور المؤمن قال والله لو يعلموا الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوط فهذا النبأ عظيم ستبنى عليه سعادتك في الدنيا والآخرة يبنى عليه استقرارك يبنى عليه زواجك يبنى عليه معاشك يبنى عليه رزقك يبنى عليه سعادتك في الدنيا والآخرة قل هو نبأ عظيم فلذلك لا تظن واحد سمع خطفة جمعة حضر مجلس علم قرأ صفحة قرآن قضية خطيرة جداً الله عز وجل يضعك عند مسؤولياتك يضعك عند مهمتك في الدنيا فالإنسان إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم يقولوا أن الكاتب العظيم تقرأ قصته فلا تنام الليل أما الكاتب التافه تقرأ قصته وتتثاؤب وتنام عالج موضوع خطير بعمق شديد وضعك عند مهمتك قل هو نبأ عظيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون الناس مقبلون على الدنيا على متعها على شهواتها على مباهجها على بيوتها على تنظيم البيوت على تزين البيوت على إنشاء المزارع على اقتناء المركبات على الاقترام بالزوجات هذا هم الناس أما النبأ العظيم في غفلة عنه يحسبون حساباً لكل شيء إلا الموت يحسبون حساباً حينما يولد يشجلون له طلباً للهاتف لا أوليد أحتياط يعني يحسبون حساب لعشرين سنين قادمة أما ساعة الخلاص ساعة المغادرة ساعة النزول في القبر ساعة الانتقال للدار الآخرة هذا هو النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون كأن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أمر النبي أن يبلغ الناس أن هذا الذي أقوله عن الله عز وجل هو وحي ليس من عندي والدليل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون لم ربنا عز وجل قال إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها هذا الحوار الذي جرى بين حضرة الله عز وجل وبين الملائكة حينما أعلمهم بخلقي مخلوق مكرم عليه وحيد مخلوق أمر الملائكة أن تسجد له وإبليس رفض أن يسجد وقال أنا خير منه هذا الحوار وهذه المحاجة وهذا التساؤل وهذا الموضوع بكامله من أين جاء به النبي؟ كيف عرفه؟ عن طريق الوحي قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي أي إن حرف نفي يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين نذير والنذير معنى النذير أنه يعلمك شيئاً إن لم تستجب له فهناك عقاب أليم وهناك شقاء أبدي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين والحمد لله رب العالمين